شلون راح يتم تأمين النفقات الثابت أو النفقات المطلوبة في الرواتب الديون الخارجية جولة التراخص النفطية وخصوصاً هذي تبلغ بحدود 80 مليار دولار والسيد الرئيس الله يحفظه ويطول عمره الحالي أضاف إلها 10 مليار بالدرجات الخاصة اللي حجيت عليها وامتصاص النقمة بتاعين أو عقود وذولا راح يطلعوهم أنا معرف شلون راح تتأمن قدك ثابت 80 مليار دولار مين راح تجيب رواتب؟ لنضيف لها فتشي الإيرادات بهذا الانخفاض من سعر النفوط من خلال يومين نزلت مقدارها من 78 مليار إلى 45 مليار زين إحنا الشون راح نجيب الفلوس الباقية هل سيقللون من رواتب الدرجات الخاصة؟ هل سيقللون من هذه المزايا؟ هل سيعيدون النظر بكمية الإيرادات العامة اللي ممكن أن تتأتى من خلال المنافذ ومن خلال عقارات الدولة اللي ساكنين بيها بلوشي المسؤولين؟ دكتورة أنت أنا أحترم آرائش ذني كلهن اللي سويت التحجينهن الآن ما يساوي نجيب من 3-4 مليار بالكثير إذا الولد حتى بطلوا هذا أنا أتحدث عن 80 مليار أنا أتحدث عن متقاعدين أنا أتحدث عن رواتب موظفين هم إذا يقدرون راح يضربون الموظفين ذوي الدخول المتوسطة والمتقاعدين وهذا ما أخشى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا